السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا النهاردة ان شاء الله المحضرة الاخيرة معنا واللي هنتكلم فيها عن الشيستزوميزس والليبروسي وبإذن الله يكون ختمها مسكة هنتكلم اول حاجة عن الشيستزوميزس واسمها التاني اللي هي البلهاريسيا واللي كنا عارفين ان هي اندمك في مصر وهنقول ايه سبب اللي كنت عملها في مصر العوامل اللي مؤدية ان هي عندنا اه الاول انا عاوز اوريك بتاع الشيستزومة بحيث ان انت تكون فاهم الكلام لان الكلام ماشي في المحاضرة بطريقة متلخبطة شوية فانت لو فهمت بإذن الله معايا الفكرة العامة فالمحاضرة كلها تبقى سهلة لما تتذكر الكلام اللي كنت اخدته في البارة لو فكروا يعني لان كلنا عارفين البارة بالنسبة لنا كانت ايه اه الموضوع بيبدأ بايه في الشيستزومة اه الطفل اللي بيلبين اي دا الطبيعة خليك معايا كده في اليمين نحية اه اليمين من فوق الطفل اللي قاعد بيعمل وينزل في المية اه دا بداية الموضوع كله عندنا اه الطفل دا بينزل الاكز بتاعت الشيستزومة اه الشيستزومة بتتحول اكز بتاعتها لميراسيديا بتفقس الاكز بتهاتش يعني بتفقس في المية وبتطلع الميراسيديا كل واحدة من الشيستزومة دي بتنزل لنا من تلتمية او لتمنمية اه بيضة كل واحدة من البيض دول ممكن تعطلنا ملايين الميراسيديا والميراسيديا دي لها سيليا لها اهداء لها حاجات كده بتحركها لما بتحركها في المية كده بتحركها ليه علشان تدور على السنيل مناسب على اللي هي القوقعة المناسبة اللي تدخل فيها السنيلز دول من الحاجات اللي مخليها اندمج في مصر وجود السنيلز بتاعتها دي اللي هي الانترميديت هوست دخلت في السنيل بعدين هتتحول لسيركاريا السيركاريا اللي كان اسمها فرقو سيركا السيركاريا وبعد كده السيركاريا دي لها ديل كده لها شكل يعني هارسموكمان شوية المهم يعني هي حاجة كده سيركاريا السيركاريا دي موجودة في المية مستنية ايه سيركاريا دي بتحب درجات الحراب بتاعت انسان فتلاقى بتنجازب لهي بيجي انسان نازل يعمل حاجات كتير ممكن يكون هو فلاح ممكن صياد سمك ممكن آآ آآ ست بيت بقى من ايام زمان قالص كانوا بينزلوا في الترع والاماكن دي يغسلوا اللي هما الادوات بتاعتهم والحلل والاطباق والكبيات ويغسلوا بطاطين بتاعتهم في الترع والمياه اللي هي مش نظيفة دي فكانت هي موجودة في البحر الست دي او او موجودة في الترع او الفلاح ده تبدأ السيركاريا تدخل تخترق الجلد بتاع بتاع الشخص ما بتخترقوش طول ما هو في المياه طول ما هو في المياه هي لزق على جلده يخرج من المياه تقوم راحة داخله بتدخل ازاي بتقوم من دماغها كده مخترقة الجلد وسايبت ديل بتاعها براه يبقى كده عملت له ايه عملت له في الفترة دي ده الطريقة بتاعت بتاعتها عن طريق ان هي مين اللي بتبنتريت اللي هي السيركاري داخل بتاعه هتروح هناك حسب نوعها احنا عندنا تلات انواع من انواع الشيستيسومة شيستيسومة منسوناي وشيستيسومة جابونيكم وشيستيسومة هيماتوبيام دور التلات انواع بالنسبة لمصر عندنا فاحنا عندنا المانسوناي والهيماتوبيام الزجابونيكم من اسمها موجودة في البلاد الجنب اليابان اللي هي الصين والاماكن دي يبقى احنا عندنا النوعين الشيستيسومة هيماتوبيام ومنسوناي دخلت هناك فاحنا عندنا المانسوناي دي بتعيش في الانتستان وتروح هناك الفلوكس بتاعتها والشيستيسومة بتاعتها اللي هي الاضلت بتاعتها دي بتروح تعود في الميزينتريك فينس بليكسوس. ميزينتريك فينس بليكسوس. اما المانسوناي ودي بتاعة آآ اليوروجينتال تراكت ودي بتروح تعود في الفيزيكل آآ فينس بليكسوس. بيعودوا هناك وبعدين يعملوا بقى ايه? هينزلوا مع دي موجودة في الانتستن هتنزل مع الليستول ودي موجودة في الهاتف هتنزل معه اليورين. وهيبدأ الشخص زي ما احنا شايفينه الطفل ده اللي قاعد ويبدأ يعمل وتوصل المية زي ما احنا شايفين. هنتكلم بقى في المحاضرة ده انا عاوز اوريك ان السيركاريا الميراسيديا لها السيليا بتاعتها اللي بتساعدها في الحركة علشان تدور على السنيل. ده نفس الكلام اللي كنا بنقوله ان هي بتعود في الاضلت بتاعها بيعود لاما في الميزينتريك لاما في آآ آآ وبعدين ينزلوا لاما ينزل عن طريق اليورين لاما ينزل عن طريق السول بتنزل التلاتة بتوعها هم يتحولوا السي دي اللي هي الميراسيديا وبعدين تدور على السنيل بتاعها اللي هو الدية وبعدين تتحول لايه لسيركاريا زي ما انتم شايفين دي لها مقطوع كده او مشقوق وبعد كده تقعد تهاجر لحد ما تدخل ليه الجلد بتاع الانسان آآ تختارك الجلد بتاعه طول ما هو في المية هي موجودة بس ما بتختاركش ولا بتعمل حاجة اول ما بطلع من المية بتقوم ان هي ايه مخترقة او دخلة جوه ايه الجلد لعشان كده هم نيجي نتكلم على بتاعها اقول لك الواحد ينشف رجلي او الماكن اللي تعرضت للمية بعد ما يطلع على طول علشان يمنع ان هي تدخل ايه تدخل تعمل لو انت فهمت معايا الكلام اللي احنا قلنا ده فان شاء الله الكلام اللي جاي هيبقى سهل خالص هنتكلم اول حاجة على الابيديميولوجي بتاعها احنا عندنا 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 تلاتة في منهم اتنين يعني بيعيشوا في وفي واحدة اللي هي بتاعتنا المنسوناي الشيستوسومة منسوناي والجابونيكم اما اليوروجينيتل هيماتوبيام واسمها هيماتوبيام لان هي بتعمل اه بتاعت اه بتعمل هيمورج او بتعمل بليدينج معا الايه اليورين اه المنسوناي موجودة فين? موجودة في الافريكا والميدل ايست والكاريبيان الكاريبيان هي اه بتاع كده اه بلاد موجودة في الكاريبيان سي او البحر الكاريبي اه كم بلد كده موجودين كجزر يعني حوالين البحر ده بتبقى موجودة فيه والبرازيل والفنزويلة وايه اه السورينام اه السورينام دي موجودة في جنوب امريكيا اه سوريا جنوب امريكا وجنب البرازيل المهم يعني مش هجي يسألك هم موجودين فين اعرف ان احنا بس عندنا الشيسسومة منسوناي والهيماتوبيام قلنا في التشاينة اندونيسيا الفلبينز هيماتوبيام اللي عندنا برضو في الافريكا والميدل است والكورسيكا الكورسيكا دي موجودة في فرنسا. اه دي بلد اه نابليون بونابارت لو كنت تعرف يعني. المهم خليك عارف الكلمتين اللي احنا قلناهم اللي هم بتوع الشيسسومة منسوناي والهيماتوبيام دول اهم حاجة انت تعرف ان هم موجودين في مصر. الشيسسومة اه نيجبت بقى احنا قلنا ان هي كانت اندمك. لدرجة ان هي كانت اندمك من بدر قوي. بيقولك من سنة الف ومتين وخمسين قبل الميلان. اه وعرفوا الكلام ده عن طريق اللي هو الرسومات او النقوشات اللي كان بيعملوها بيعملوها القدماء المصريين على المعابد وعلى الورق الباردي والكلام ده. لقوا في علامات تدل ان الناس اللي كانت عايشة في الفترة دي كانت بتوصف الاعراض اللي هي ترجح انهما كان عندهم ايه شوستسومييزر. يبقى هي اندمك ان ايجبت البريفلانس بتاعها بتاعي شوستسومة منسوناي اه في سنة الف تسعمية تلاتة واربعين اه كان ثمانية وتراتين وستة من عشرة والهيماتوبيام كانت خمسة وتلاتين. انت متخيل يعني من كل شخص كان بيبقى عندنا اربعين شخص عندهم اه شوستسومة منسوناي ومن كل ميت شخص عندنا خمسة وتلاتين عندهم ايه هيماتوبيام فده كان عدد كبير جدا. بعمل وبعدها بقى حاجة اسمها الناشونال كنترول برو جرام. علشان كده في سنة الفين واربعتاشر بقى البريفلانس او انتشار المرض عندنا. بالنسبة للمنسوناي فهو اتنين من عشرة بس. اما الهيماتوبيام ايه تلاتة من عشرة والرقمين ده هم مهمين. يوجو ام سي كيو. اللي هي في الفين واربعتاشر كان البريفلانس عندنا قد ايه? اتنين من عشرة منسوناي وتلاتة من عشرة اه هيماتوبيام. يعني اتنين من كل الف. طبعا العدد قلي جدا. احنا كان عندنا من كل الف ربعمية. فان هما يبقوا اتنين او تلاتة ده عدد قليم. الشيستسومة منسوناي بيقولك ان هي اشهر في الدلتا. على عكس الشيستسومة هيماتوبيام موجودة في الابر ايجيبت. ابر ايجيبت قلنا اللي هي محافظات الصعيد. كلمنا عليها في محاضرة الفيرال هباطايتس. اه اه دل يعني وجودها هنا. النوع ده هنا والنوع ده هنا. اه له ارتباط بوجود السنينز بتاعتها في المنطقة. يبقى الهيماتوبيام الهيماتوبيام في الابر ايجيبت. والتانية اللي هي في مين في الدلتا. يقولك معنى عندي اه وصل تلاتة في المية في سمول بيوليشن. يعني ايه سمول بيوليشن? سوري. يعني مثلا في القرى في النجوع في القرى ونجوع واللي هي الاماكن اللي هي الصغيرة زي الحتة دي زي العزب. معنى ان هم فيها ووصل تلاتة في المية من الناس عندهم يبقى ده بالنسبة. اتنين في المية في يعني في منطقة صغيرة. جيل اتنين في المية من من الناس اللي فيها. معنى كده ان ده عندنا بتاعت المانسوناي قلنا ان هي بتعيش في فبالتالي هتجيل باعراض اللي هي دايرية اللي هو دايرية معاها وقابضوا من البين بليدنج بير الريكتم والبليدنج بير الريكتم بيكون نتيجة لوجود الاكز آآ موجودة او الاوفا موجودة في الجدار بتاع الا قاعدة في الصب ميكوزة آآ بتعمل انفلاميشن فبتبدأ ان هي تعمل ايه ممكن يحصل بليدنج آآ بير الريكتم وزور وزاوت هباتو سبيلينوميجالي لان احنا عارفين ان الشتسومة بتعمل ايه? بتعمل آآ بري بورتال فيبروزيس وبيؤدي للبورتال هايبرتنشن اللي بيؤدي ليه الاسبرينوميجالي وهي الهيباتو ميجالي الهيماتوبيا موجودة في اليوريناريتراكت فهتجلب بالديسيوريا وتيرمينال هيماتو يوريا برضو تيرمينال هيماتو يوريا لان هي بتعمل ايه? بتدخل آآ الاوفا بتاعت الشتسومة تدبوزيت آآ في الوول بتاع البلادر واليوريتر فبالتالي بتعمل فيجي ايه في شكل ده ممكن يوصل ان هو يحصل ايه تيرمينال هيماتو يوريا ان انا اشوف الشتسومة ايجز في اليورين او في الاستول اعمل آآ يورين اخد يورين سامبل او استول واشوف الايجز بتاعتها الكوستف ايجنت هم التلاتة اللي احنا سبيشز اللي قلنا عليهم شستسومة هيماتو بيام شستسومة منسو ناي وجابونيكم ايه الريزيرفور بالنسبة للاتنين اللي عندنا في مصر هم هو المان انفكتد ايه بيرسونز ولكن الشتسومة ايه جابونيكم الانيمالز هما الريزيرفور بتاعهم فعلشان كده بيقول لك ان المان انفكتد بيرسون ويز شتسومة هيماتو بيام ومنسو ناي لان الجابونيكم ايه الريزيرفور بتاعها الانيمالز الانترميديت هوست تقريبا اول مرة نجوف انترميديت هوست معانا وهو اللي سنيلز اللي سنيلز كانت الدكتورة عرضت اه اسمائهم لو تحب ان انت تشوفهم يعني او تكتبهم اللي هو البولينوس بولينوس اه ترانكيتوس ده بتاع الهيماتو بيام آآ بايو مفلاريا ده بتاع ايه الشستسومة منسو ناي يعني هو كده كده قالوا ان النوت هو مصدر ايه مصدر الاسئلة فانت ممكن تكتبهم ممكن خلاص مش مشكلين قلنا اهم حاجة هو عن طريق السيركارية بتختارك الجلب فاكتب بقى السؤال ده هتقول اه او هتقول انه هو السيركارية ده سؤال امسي كيو بعد كده عندنا الانكيوبيشن بريود من ست لتمان اسابيع اه الانكيوبيشن بريود اه لو تشوف انا قلت ان الشخص بينزل الاستول او الاستول او اليورين بيوصل للمية مفيش دايركت من تو من ترانسميشن امال ايه المشكلة المشكلة ان الشخص ده يعمل او اليورينيشن في مية الناس بتستخدمها وهو بيخصوصا ان هو بيحصل ترانسميت للانفكشن لمدة عشر سنين يبقى نو من تو من ترانسميشن بط انفكتت بيرسون كانت رانسميت الانفكشن الانفكشن باي كنتامينيتنج كنتامينيتنج ووتر اب تو تين ييرز دي حاجات حوستي فاكتورز عشان هنا نقول اللي من اس فيها حوستي فاكتور ايجنت فاكتورز وانفيرومينتال فاكتورز هتلاقي في الحوستي فاكتورز بتاعتها الحاجات دي اللي احنا نتكلم عليها دي اول حاجة لقوا ان في بعض الناس عندهم بعض الجينات بتساعد عن هما يجي لهم الشيستيسومة وده كان من اسباب ان هي تبقى عندنا عشان الناس عندهم بعض الجينات دي حاجة اسمها هلا اه كلاس وان اند تو انتجن يعني ايه يعني الناس الهلا دي اما بكون موجودة في مجموعة من الناس بيجي لهم بيجي لهم نفس المرض اللي مشتركين مع بعض في نفس الهلا بيجي لهم ايه نفس المرض الهلا دي اللي هي اختصار اليومان ليوكوسايت انتجن وده حتة كده في الاميون سيستم آآ يعني موجودة على الكروموسوم رقم ستة لما بيكون موجودة في مجموعة من الناس الناس دي بيكون مشتركة في مرض معين لو هلا عندنا هلا كلاس وان وتو انتجنز موجودين عند واحد معين او عند مجموعة من الناس معينين فالمنفستيشنز بتاعتهم بتكون مور سيفير يبقى اخد بالك الحتة دي بتيجي مسكيو يعني يجيب لك مثلا هلا كلاس وان وتو لما تيجي عند شخص تعمل ايه معاه في حتة الشسسومة يبقى مور سيفير منفستيشنز اف اول اف دي سيز لو هو عنده هلا بي ستاشر و سي دابليو تو فبيبقى عندهم لما بيجي لهم الشسسومة هيماتوبيان بيحصل لهم بلادر كانسر بلادر كانسر اما لو عنده هلا و دي كيو و دي بي بيحصل له لا ده دي حاجة مساعدة دي حاجة بتعمله اه بوريتيكشن فوروم الهيباتيك فيبروزيس يعني لو جات اه لواحد عنده الشسومة منسوناي مسلا جات لواحد والواحد ده عنده هلا و دي كيو دي بي فبالتالي هيحصل عنده ايه بوريتيكشن مش هيحصل له هيباتيك فيبروزيس فايف كيو آآ سرتي وان لحد كيو آآ سرتي فايف ده ريزيستان تو ري انفكشن يعني لو جات لهم مرة ما بيحصل لهم شي تاني ايه ري انفكشن يعني يجي لك مسلا هلا دي ار دي كيو دي بي المفروض لو عندش يحصل ايه يبقى بروتيكشن فوروم الهيباتيك فيبروزيس دي اول اول حد بيبقى عنده اللي هي تاني حاجة اي حد ممكن يتصاب اي حد بيتعرض للمية اي حد بنزل فلاح آآ ست بتغسل موعين اي حاجة آآ ونزلت المية دي فبالتالي ممكن ان هي تتصاب ولكن في كده ده من خمستاشر لعشرين سنة سنة على اساس ايه ان دول ان سنا نقول كمان ان ممكن حد بيعوم في المية دي كاد بتحصل ايام زمان بدأت تنقرد العادة دي ان هو آآ الولاد ينزلوا آآ يعوموا آآ او يسبحوا في الايه مية الترع او المية اللي هي مش نضيفة فالمهم اكتر عرضة اكتر الناس عرضة اللي هو الناس او الشباب من خمستاشر لعشرين سنة على اساس ان هما بقى ايه بيبقوا اكثر تهورا فممكن ان هما ينزلوا ايه اكثر عرضة واكثر تعرض نتيجة لان هما تعرضوهم اكتر آآ الميل ده ممكن يشتغل آآ ممكن يشتغل آآ من الناس اللي بتنظف الكنالز من آآ آآ هما اللي بخروجوا بقى يعوموا في الاماكن دي فبالتالي نتيجة للمور اكسبوجر هما آآ المرض مور ان الميلز. الاديوكيشن اكيد لما يكون واحد متعلم آآ هيمنع اولا ان هو يلوس المية ان هو يعمل العمل ده وان هو آآ يعمل في المية آآ او جنب المية يعني وتاني حاجة مش هينزل ان هو مش هيبقى مش هيتعادى لانه مش هينزل يعمل الحاجات اللي قلنا عليها زي ينزل يعوم في مية مش نضيفة او كده زي يقولنا اللي قلنا اللي قلنا بتنزل تخسل الهدوم او الحاجات دي في المية. الاكيوبيشن اللي هو الفارمرز والفشارمان والووركر اوف الووتر شانيلز كليرانز. دول الستة حاجات. استسابتابلتي اند الرزيستانس. جينيتك بريدس بوزيشن. ايج سكس. ادوكيشن. فولتي هابتس وبيهيفيورز. واكيوبيشن. ايه الحاجات اللي محببة الشيستسومة عندنا بخليها قاعدة عندنا. ايه الحاجات دي? هم قلنا تلات حاجات. اما الهوست فهمة الستة حاجات اللي احنا قلناها قبل كده. هم دول الهوست فاكتورز. ايه اللي موجود في الشيستسومة? ايه اللي احنا مغفرينه? اول حاجة الادلت وورمز. الادلت وورمز دول الكبار. فهم بيفضلوا قاعدين او ان هو يفضل عايش بتفضل عايش من عشرة لتلاتين سنة جوه الانسان. ليه? نتيجة ان هي بتعمل حاجة اسمها ايميون مسليدينج باي اكويرنج بلازما بروتيان. يعني ايه الكلام ده? ان هي بتدخل وتلبس بروتينات كده على السطح بتاعها. بتعمل ببعض البروتينات. فبالتالي الهوست سيس الاميونيتي او الاميون سيستم يجب ما يجي يدور على حاجة غريبة يشوفها يقول ايه ده? ده حبيبنا. ده مش عارفة يسيبها. فبالتالي ما بتقدرش ان هي ايه اا او ما بيقدرش الجسم ان هو يتخلص منها. بقى ده اللي اسمه ايميون ميسليدينج باي اكويرنج بلازما بروتين. ده عامل له هاف هاف اا لانج ااا لانج اا لانج اا لانج او في هباويت تاني تو ثيرتي ييرز. تالت حاجة ان هي بتطلع كل اضالت وورم بيطلع من تلتمية. من تلتمية للتمنمية بيدة في اليوم. زي ما قلنا في الليف سايكل. تلتمية للتمنمية بيدة دول بتحوله كل واحدة فيها وبتتحول لميراسيديان. كل واحدة كل بيضة بتطلع عد ايه? بيقول لك الميراسيديان لمليونز من السيركارية. ماشي? يبقى احنا كده اتكلمنا على الادلتورمو سبب ان هو عايش عندنا ان هو عنده اه اه بتاع اه اسبان يعني بيعيش كتير قوي ونتيجة ان هو الاميونيت هتعرفش هتخلص منه وكمان الادلتورمو بتطلع من دلتمية لتمنمية بيضة فبالتالي هتتحول ولميراسيديان دي بتتحول لسيركارية كل ميراسيديا بتتحول ليه اه مئات او ملايين السيركارية. اه وبالتالي السيركارية دي بتدور ع فاللسنيل موجودة عندنا اه حاجة اسمها يعني اه الراي الدائم يخلي دي موجودة او القواقع دي موجودة موجودة عندنا باستمرار نتيجة ان احنا بنروي الاراضي بالمية دي فبالتالي الاسنيلز موجودة وايه ما بنتخلصش من الاسنيلز بالطور اللي هنقول عليها كمان شوي السيركاريا موجودة بلارج اما ماونت احنا قلنا كل مهراسية بتحول ليه بتحول ليه ملايين السيركاريا فبالتالي عندنا السيركاريا بتبقى بتلوس الوتر وبتكون فوتوتروبيك فبالتالي بتبحث عن المان اللي هيحقق لها اه احلامها وبتقوم دخلها فيه بتفضل عايشها من يوم من اربعة وشرين ساعة لسبعة وشرين ساعة بتدور على الانسان اللي تدخل ايه فيه ده بالنسبة لمن الحاجات بتاعة اللي هو الادلت وتوفر الادلت عندنا وايه الاسباب اللي بخليها عايش هو بعد كده الميراسدية وبعد كده السنيلز والسيركارية وجود الحاجات دي بتخليها برضو من حاجات عندنا ايه اللي عندنا في بخليها والله اول حاجة الفيزيكال احنا عندنا الطقس اللي هو الهيوميديتي دي مناسبة ان انش السومة تفضل عايشها كمان من الفيزيكال اللي هو يعني الترع عندنا مناسبة ان السنيل دي تفضل عايشة لو طول ما السنيل عايشة طول ما الشي السومة مش هتنتهي يعني لو انا عاوز اتخلص من الشي السومة امع او اتخلص من السنيلز احنا عندنا الترع بتبقى مبطنة على جوانبها يعني والارضية بتاعتها بتكون ايه بتكون طين الطين ده موجود فيه مية المية دي ساعات بتقل المنسوب وساعات بيعلى المنسوب فلما بتقل المنسوب مثلا الطين ده بيبدأ يطلع اه حاجات كده عشاب خضرة العشاب الخضرة دي مناسبة ان هي تعيش فيها السنيلز فطول ما ده موجود طول ما السنيلز عايشها معانا اه وبتكبر وبتطرعرع عندنا بقى ده اول حاجة الفيزيكال تاني حاجة المالهاوسينج والانسانيتاري ووتر السابلاي والانسانيتاري السيويج ايه ديسبوزل احسن بص ايه اللي يخلي واحدة تروح تخسل مثلا الااا الاواني بتاعتها في المية بتاعتها بترع او تستخدم المية بتاعتها اكيد مفيش مية اصلا رحلها يعني فيه اماكن الكلام ده كان من سنين ومنطن يبقى فيه اماكن لحد الوقت عندهم الحوار ده نوما فيش مية نضيفة بتوصل للبيوت مفيش مية اصلا كان ايام ده امان مفيش مية فبالتالي الناس كانت بتضطر ان هي تعمل الحاجات دي فتتعرض ل ااا الانفكشن كمان انسانيتاري سيويج ايه السبوزل التصرف بتاع اااا الدولة في الصرف الصحي كان ما بيتمش بطريقة صحية فبالتالي ممكن كان يوصل ليه المية المية اللي الناس بتستخدمها فبالتالي ايه ينقل الحاجات اللي عايشة اللي عايشة فيه تنقل بقى العدوى لناس كتير ده أول حاج الفيزيكال أكيد المجتمعات الليه المجتمعات الفقيرة الناس الأمية الناس اللي هم عندهم شي أو التصرفات غلط نتيجة البيئة اللي عايشين فيها مش مجهزة ومش مؤهلة ان هم مثلا يكونوا متعلمين وكويسين وبستخدوموا موية معدنية والكلام ده فده حاجات البلاد الفقيرة الناس يعني أنا بقول لك واحد عنده شوية ديرية مش عارفة ايه هيروح يكشف يعني هو واحد اصلا مش لقياك والدنيا دنيا صعبة كده هتقول له روح يكشف عيب حتى تاني حاجة لما يعني ايه الاعراض ممكن كمان بتاعة الشسومة بتجي في الاول بتبقى اعراض بسيطة فالواحد بيكبر دماغه يعني انا هروح اكشف علشان شوية زي ما قلت ضيارية ولا شوية اه اه والكلام ده لأ عايب حتى عايب على سننا يسترجل كده فهو بيقول لنفسه كده فبالتالي مش بيروح يكشف وبالتالي حتى لو راح كشف وكان الموضوع في النهاية وراح كشف والدكتور كتب له علاج فهو ما بيرجعش تاني يتابع خلاص انا تعالجت من العرض اللي عندي فخلاص هروح اتابع تاني ليه حتى لو تعالج وهو لسه بينزل الماية تاني وهو شغلته فلاح وهو انت مش موسطل للستة مية في البيت فبالتالي هترجع تاني تتعرض تاني الحاجات اللي كانت بتاعديها ومش وتعيد الكرة من اول وجديد يبقى الهلثي الهلثي اللي هي نيجليجنس اف ال people to seek المديكال كير most of the cases are mild that not arouse the attention of the case treated cases don't seek المديكال كير for re-examination frequent exposure to infection بيقول لك ان الشيسوميز may be introduced to new re-examination areas زي مثلا التوشكة والصيناي مش توشكة بتاعت الجامعة لا التوشكة اللي هي موجودة جنب اسوان اللي هو المناطق اللي هي اللي مش مقهولة بالسكان دي سينة ومنطقة التوشكة والحيتة دي نتيجة للايه الوجود اللي قلناهم التلات اللي هو ال ال لو موجودين في الاماكن دي هتنتقل برضو شي السما وتبقى موجودة هنا البروينشن نعمل البروينشن ازاي والله عن طريق جنرال بروفينشن ويه اسبسيفيك بروفينشن جنرال بروفينشن نتكلم عليه بشيء من التفصيل هنا نقول الحاجة الانفيرومينتال سانيتيشن وصل مياه نظيفة تخلص من الصرف الصحي بطريقة صحيحة اعمل حاجات اللي احنا قلنا هي كانت السبب في ان هي اندمج عندنا وبالتالي انت تقدر تسيطن عليها يبقى اول حاجة سانيتاري هاوسينج ووتر سبلاي والسيوش ديسبوزر ديزاين ومينتنانس اوف الاريجيشن ان درينج سيستم الريجيشن اللي هو الري والصرف يعني الناس اللي بتروي الاراضي المفروض ان انت تعمل حاجة اسمها ميكانيكا الاريجيشن الناس دي مش تنزل هي اللي تروي باديها كده لا جيب مكان وحاجات بتروي الاراضي بدل ما الفلاح يتعرض للميا او يكون هو متعرض ايه مباشر للميا اللي ممكن تكون فيها الانفكشن دي السنير كنترول ده السؤال ده يجي الريتن لوحده كده تعمل عن طريق تلات حاجات لأما 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 عن طريق ان انت تدمر الاماكن اللي هم عايشين فيها وآآ الحتة الطرع لو بطلنا الطرع وحطينا اسمنت يعني جينا في الطرع بدل ما هي طين بدل ما هي طين اه الجوانب بتاعتها انتم مش عارفة انتم متخيلين الفكرة ولا يعني هي بتبقى بص مجرى كده من هنا بتبقى طين كده من فوق اللي هي بتاعتها لو انا جيت عملتها بلطتها او عملت لها اسمنت كده هنا وهنا فبالتالي ايه اللي سنير مش هطلع عندنا ولا الحاجات الخضرة اللي بنقول ان هي بتعيش فيها اللي سنير فبالتالي هتخلص من اللي سنير او ان انا اعمل حاجة اسمها سنير اجيب زي المصايد كده وحطها وجمع فيها اللي سنير وتخلص منها يبقى دي فيزيكال او كيميكال عن طريق ان انا هستخدم مادة كيميائية حاجة زي الموليسكي سايد الموليسكي سايد دي مبيدات للسنير عندنا النكلوزامايد يبقى النكلوزامايد هنتكلم عليه في الريكوارمنس يبقى اول حاجة قلنا الفيزيكال ويتاني حاجة الكيميكال ميسكي سايد زي الكبر سالفيت والنكلوزامايد البيولوجيكال ان انا هستخدم بقى ايه حاجات طبيعية زي ايه بريديتورز بريديتورز اللي هو المفترس يعني الحيواني المفترس عشو بتخدم حاجة زي الجامبوزيا فش الجامبوزيا فش كنا قلنا عليها في محاضرة من المحاضرات اللي فاتت المهم الجامبوزيا فش دي هتاكل الايه اللي سنيلز فبالتالي اللي سنيلز هتموت وهتخلص منها يبقى دي اول بيولوجيكال تاني حاجة الكومبيتتور سنيل احط سنيل نوع تاني ما بينقلش الانفكشن احطه وبياكل نفس الاكل بتاع اللي سنيل الاولان فهيتنفسه مع بعض فبالتالي التاني ايه هيموت عندنا سؤال ريتن تاني اسمه ايه 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 ده ده ييجي ريتن الحتة دي اول حاجة قلنا هو ايه 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 هي المواصفات اللي تكون في الموليسكي سايد عشان يبقى ايديال اربع حاجات يكون بيخلصني من السنيلز والإيجز بتاعتها والسركارية بيخلصني من كل الاطوار بتاعتها علشان لو سبت طور ما هيتحول الاطوار التانية يبقى ليه زالتو السنيلز إيجز وسركارية يفضل موجود في المياه فتراح كويسة المال ولا الانيمال ولا الفيش انا عاوز احافظ على الحاجات اللي موجودة في المياه الشخص اللي هو اللي ممكن ينزل او اللي هو المان اللي ممكن او كده اللي هما بيتعاملوا او بنزولوا المياه انا عاوز احافظ عليه لانه هو اكيد هينزل في وقت ما انا حطاه مش همنعه مسلا من النزول لو بيسقي ارضه او بيتعامل او كده يعني لو في حيونات بتقرب من المياه او كده احافظ عليها والفش اللي موجود في المياه تاني حاجة رابع حاجة يعني ما يتقصرش بالحاجات دي علشان يبطل موجود لفترة كافية لان هو يخلصني من السنيل زيبقى دول الاربع حاجات لا تلتول السنيل والأكزو والسيركاريا بيرزيستن جاءن الووتر نوت بايزن بايزن ولا الانيمال ولا الفش نو بايو ترانس فورميشن احنا كده كنا كده كنا بنتكلم على ايه كنا بنتكلم اول حاجة تاني حاجة انا هعلم الناس علشان الحاجات اللي قلنا عليه اول حاجة ما يلوصوش المايا بتاعتهم تاني حاجة آآ ما يتعرضوش المايا يعني مثلا مش لازم تعوم في الترع مش لازم والله خالص آآ والشخص اللي هينزل المايا وهيتعرض المفروض انه هو ايه بعد ما يطلع ينشف بسرعة قبل المستركارية تبدأ انها تختارك الجلب يبقى الهلث ايديوكيشن انه نعمل تلات حاجات التلات حاجات اللي هعمل لهم التلات حاجات تلات حاجة من الجنرال بوبيوليشن اللي بنزل المايا دي المفروض انه هو يلبس الجلافز والبوتس علشان ما ايه ما يتعرضش يعني البتاع ده مع ان دي حاجة بتقولك لأسباب كتير ومن اهمها لو واحد بيعوم اصلا في المايا هيلبس بوتس هيحوش ايه ولا ايه يبقى يبقى احنا عشان كده اتكلمنا الاول عن بالتفصيل انما ما فيش لسه في الاماكن اللي انا عارفة في اماكن متنوعة ابدأ ابحث فيها على الكيسز وكده زي الناس اللي بيجولي في الوحدات الصحية او الاماكن بتاعت الرعاية دي المفروض ان انا ادور في وسطهم على حد يكون عنده السسومة او كده تاني حاجة لان انا او كده المفروض او هي انا عندي بحصل منها حالات كتيرة المفروض ان انا ادور ما بين الاطفال اللي موجودين في المدارس علشان قلنا بتعرضوا اكتر بينزلوا المية وبيعملوا حاجات اه بيعوموا في المية ممكن ان هما اه خصوصا اللي عايشين في القرى والكلام ده الاطفال يعني اه ممكن ان هما يتعرضوا المية الملوثة دي اللي هو فحص شامل بيكون الناس اللي دخل الجيش الناس اللي دخل المناطق العسكرية المفروض ان هو بتعمل لهم فحص جيش اه فحص شامل طلبة الجامعة اه الناس اللي بتشتغل في المصانع كلام ده اي حد بتعمل له فحص شامل ممكن ان انا ادور ما بين الناس دي عن ايه عن الكيسز بتاعت اه لما يكون مثلا في الحد جاي يكشف او كده لما تكون ده المفروض ان انت بتدور بتعمل للناس دي اه لو تعمل استفتاءات او استبيانات او حاجة زي كده علشان ان انت اه لو حد حص باعراض او يعرف حد مصاب او كلام ده فتقدر انت تعمل ايه اه الناس قلنا ليه قلنا لانه ان هو ما بينتغلش اهما حاجة ابلغ الشخص ده ان هو يبعد عن تلوث ان هو يلوث المية للناس التريتمنت التريتمنت اوف الدياجنوز بكيمو و جنرال التريتمنت هنتكلم عليه في تلات حاجات اول حاجة ان انا هعالج هعالج الدياجنوز ده اه الدياجنوز دي كيسز هعمل حاجات الجنرال اللي قلت عليها وهدي لهم كيمو هنتكلم بالوقت على الكيمو بيعطيه ازاي وبعدين بعد ان بديت له العلاج مش هتسيبه كده لان مفروض ان انت بعد تلات يهور بتفحصه تاني وبتعمل له التحليل تاني عشان تتأكد انه خلاص انه هو بقى خالج اماما من ومن الادلس ومن كل حاجة بتاعت لان احنا قلنا من الحاجات اللي بتبوز او بتخلي العلاج مش فعال اه ايه ان هو الشخص بحصله تاني النتيجة لتعرضه لنفس العوامل اللي اتعرض لها اول مرة الكيموثيرابي في عندنا تلات انواع من الكيموثيرابي ممكن يجو امسك يو فركز معايا كده اه الانواع الفروقات ما بينهم اه في عندنا نوع اسمه تاني اسمه تالت نوع اسمه من اسم ان انا بعطيه من غير ما يكون حد مثلا عارف ان هو عنده او او انا شخصته يعني انزل على قرية اقول لها كل اللي فيها هياخد ايه هياخد الكيموثيرابي اما التارجتد ان انا اديه ناس معينة الناس معينة هم اللي هياخدوا ايه زي مثلا اروح على مدرسة واشوف الحالات اللي موجودين فيها الاطفال اللي موجودين فيها وعندهم شستيسونيازس وابدأ ان انا اعطي لهم ادي لهم ايه الكيموثيرابي اه يبقى انا كده عملت ايه يعني الناس مثلا اللي موجودين في البلد كلهم اه وعندهم الاعراض وعندهم وهم كيسز هبدأ ان انا ادي لهم الكيموثيرابي ايه هو بقى الكيموثيرابي هو البرازيكوانتل البرازيكوانتل ده هتلاقيك انت فكره من ايام البارا هو كان في حالة الشيس الزوء وبديه التابلت بديه اقراس الورسي 600 ميلي جرام بدي لكل كيلو 40 ميلي بس عندي شرط انه هو الماكسيمام دوز متعديش الاربعة تابلت يعني ايه يعني واحد ميت كيلو المفروض ان انا بالحسابات هتديله ربعمية ميت كيلو هتديله اربعة تلاف اربعة تلاف ميلي جرام يبقى المفروض ان انا اديله كام اكتر من اربعة تابلت لان الاربعة تابلت الفين وربعمية يبقى الفين وربعمية ده هو المفروض ياخد له مسلا ستة سبعة تابلت لأ انا عندي الماكسيمام دوز اغير دوز اوصل لهم الاربعة تابلت حتى لو الواحد لما احسب له بالوزن محتاج اكتر يبقى ده هو ايه البرازي الكنتكت بعمل لهم ليه وانا قلت انه هما الكنتكت هو لان الناس دي بيتعرضوا لنفس الانفيرومنت فالشخص اللي تعادل عندهم هما كمان اتعرضوا لنفس الحاجة فممكن كمان عندهم ايه هما الانفكشن الكميونيتي ميجرز يعني وقت ما يكون عندي المفروض ان انا بيعمل كده احنا خلصنا مين خلصنا بعد كده هندخل على اللي بروسي واللي اسمها ايه هو اللي بروسي واللي اسموه نسبة الى اللي اكتشف اللي هي البكتيريا المسببة يبقى البكتيريا المسببة اللي بروسي اسمها مش هيبقى صعب لان انت درسته قبل كده في كزا حاجة واخرهم في الجلدية فهتعد عليه سريع وفيه شبه كمان من التيبي لانه هما البكتيريا الاصلية واحدة ودول العيال بتوعها اللي هما الليبري والتيوبر كلوزس المايكوبكتيريام دي من البكتيريات اللي هي بالها طويل بتقعد سنين سنين تنمو توصل السنين دي العشرين وتلاتين سنة عشان كده هو بيقولك ان هو عشان كده هنعرف ان ممكن تيجي اقل اقل ممكن تبقى تسع شهور واكتر حاجة تلاتين سنة وممكن اكتر كمان الابيديميولوجي على مستوى العالم في 2019 كان عندنا حوالي اه ميتين مليون ومتين الف اه سوري اه ميتين الف و الفين حالة فيما يعادل ايه لكل مليون في اتنين وعشرين حالة يبقى احنا عندنا في الفين واربعة في الفين وتسعتاشر كان عندنا حوالي امتين الف حالة اه ما يعادل اللي كل مليون له اتنين وعشرين ايه اتنين وعشرين حالة دول كانوا في الستة بتاعة اللي كنا اتكلمنا عليهم في اول اه في تاني محاضرة ان البلاد اللي موجودة معها في التجمع بتاعها ده في ستة كانت مصر من تبع ايه الميديترينيان اه ريجون اه اللي همينا بقى في مصر في مصر من سنة الف تسعمية اربعة وتسعين كانت اه حطت اه استراتيجي كده او حطت هدف جول قدامها ان هي توصل اقل من حالة لكل عشر تلاف واحد فمصر محافظة على اللي هو الليفل ده بيقول لك ان اه ريجون جول وفي الريديوسينج البيريفلانس تو واحد لزان وان بير عشر تلاف بالنسبالي طول ما انا عندي اه الموضوع اقل من واحد لكل عشر تلاف فانا كده في السليم اما لو عاد عادة عن اكتر من واحد لكل عشر تلاف انا كده ممكن يبقى ده بالنسبالي الكيس جاهلي بالاعراض بتاعت اللي بروسي اللي بروسي الاعراض بتبقى حسب المناعة والتعامل بتاع الجسم معها ممكن يعدي حاجة بسيطة كده ان هو يعمل بس حاجات كده في آآ لون الدايرة دي او الشكل ده آآ في آآ الصبغة بتاعته قلت شوية آآ او لان هو بيأثر على الاعصاب كمان بعمل فيعمل فيعمل دول العراضين اللي يجي لي بيهم الشخص في كاساسبيكتت كيس اما اعمل بقى الكورنفيرمت كيس هعمل اللاب بتاعه هلاقي اسد اسد فاست باسيلاي آآ سكين سمير بوسطف للاسد فاست باسيلاي اللي هي اسمها المايكوباكتيريا مليبري السكين سمير ان انا بعمل كده بالمشرة تفتحة في جلد العيان وباخد منها مسحة من الحتة دي واعمل لها اللي سمير وابدأ اشوف البكتيريا اللي اسمها اسد فاست آآ باسيلاي القيوراتف آآ الكوستف ايجنت سوري هو المايكوباكتيريا مليبري وده اسد فاست باسيلاي بريزرفوار قولي هيومن بيخرج منين بيخرج من النيزل دي ستشارج فبالتالي هي هيعدي الشخص عن طريق دروبلتز بما انه بيخرج من النيزل دي ستشارج فهيبقى الموده في بتاعه الباسيلاس دي هتتشارج عن طريق نوز او ماوس يعني بيقح بيعتص باي حاجة هيطلع وتعدي الشخص اللي قدامه بس العدوى بتاعت الليبري مش بتبقى او المايكوباكتيريا مليبري مش بيبقى اي حد كده اتعرض لواحد عنده الليبروسي هيجيله هيجيله لا لازم يكون فيه عشان الناس ما تتراهبش من الشخص اللي عنده الليبروسي او كده لا هو لازم تبقى خمس سنين وتقريبا دي اكبر قبلناها كل الجزء اللي معانا اللي هو جزء خمس سنين ومش بس كده بتوصل لايه ليه عشرين سنة او اكتر ممكن تحصل في سنة زي ما قلنا ان هي اقل حاجة تبقى تسع شهور طيب زي بتاعتها قالت لك انا هحطها في تو فورمس ايه التو فورمس واحدة اسمها مالتي باسداري وبوسي باسداري المناعة حلوة عند الشخص ده فبالتالي مقلل ظهورها وظاهر بس في الاسكن من واحدة لخمسة يبقى اسمها بوسي باسداري بوسي دي محترمة فعملة من واحدة من وان تو فايف سكن ليجانز ولما اجي اعمل سكن سمير هلاقيه نيجاتيب ونو افدنس او اا اف مور ادفانس ديسيز اور بايوبسي يبقى حتى لو خدت عينة مش هلاقي فيها حاجة اما مالتي باسلاري لبروسي لأ دي بقى مالتي يعني كتير اكتر من خمسة سكن ليجانز لما اجي اعمل سكن سمير هلاقي فيه الاسد فاست باسلاري لما اجي اخد بايوبسي اه هيبقى يعني مرجح ان انا اخد بايوبسي في الحالة دي علشان اتأكد من التشقيص وهلاقي فعلا في ايه الاثار بتاعة المايكوباكتيريا مليبروسي في البيوبس اللي انا اخدتها دي بتاعها من خمسة لخمستاشر سنة خد بالك ان الخمسة لخمستاشر سنة ده هم لما كنا واخدين قلنا ده ده اه وما كانش بيحصل فيه الايه هنا بقى ده ده هو من خمسة لخمستاشر سنة احنا عندنا او بيجري بعض العائلات شوية ولكن اه موجود في العائلات دي بكثرة يعني اه ولكن هما مش عارفين وبتورس علشان هما عايشين مع بعض ولا علشان ايه وشانتك يبقى من الحاجات اللي ما بتيجي في عائلة بتلاقي العائلة دي زي ما قولك مثلا بيجي في عائلة بشكل كبير ده برضو عندنا اول حاجة الجنرال آآ بريفنشن آآ هلس اديوكيشن اوف البابلك ايه بينتقل ازاي اللي هو اه بتاعت الارلي دايجنوزز والتريتمنت قبل ما يعمل حاجات الفضيعة اللي هو بيعملها في الاخر واللي بتؤدي الى فقدان الاطراف و وحاجات كبيرة قوي لان احنا قولنا انه هو آآ دروبليت انفكشن. لا بالنسبة للجنرال. الاسبستيفيك الاسبستيفيك عندنا حاجتين. الاكتف اميونيزيشن والكيمو بروفلاكسز. الاكتف اميونيزيشن آآ البي سي جي اللي كنا بنستخدمه في علاج التي بي. او الفكسين بتاع التي بي. قالك ده بيعطيني شوية اجنسة الليبروسي فخلاص ندينه. بدأوا انهما يعملوا آآ فاكسين جديد للليبروسي خاص به اسمه الليب آآ ودخل وده دخل مرحلة في الفين وسبعتاشر. الكيمو بروفلاكسز بدي الريفام بسين. لو تكر في التي بي كنا بنقول ان او هو الريفا الايزو نايزايد. انما هنا ايه اه من الريفام بسين للكلوز كونتاكت لحالة لسه نيولي دياجنوزد. يبقى الكيمو بروفلاكسز هنا مين? هنا الريفام بسين. الريفام بسين. كنا استخدمنا الريفام بسين ده قبل كده برضو في المينجايتس. كاكيمو بروفلاكسز. كونترول كيس آآ هو الموست امبورتانت مجر ان كنترول اوف الليب روسي. ليه? عشان آآ الحقه بسرعة. لان المرض زي ما قلنا لو اتطور والمناعة كيتوحشة بيعمل حاجات كتير وبعمل ايه بعمل كومبليكيشنز صعبة. والنوتيفيكيشن والايزوليشن قلنا نيه نو نيد فور الايزوليشن. نو نيد فور الايزوليشن. ليه? لان انا مسافة ما بدأت العلاج للشخص الكيس ده. بعد خلاص اول جرعة ولا حاجة من العلاج آآ بتلاقيه خلاص ما عادش في ايه آآ يعني للناس. احنا عندنا علاج سواء المالتي باسيلاري مالتي دراكسيرابي. بدي مالتي دراكسيرابي. بديه ليه اللي هم البوسي. والمالتي. كل واحدة لها ايه? آآ ريجم المعيم. يبقى عندنا المالتي باسيلاري والبوسي باسيلاري. البوسي باسيلاري بوسي قلنا طيبة. فاندي لها اتنين دراكس بس. الريفان بسين وده بيتاخد مرة شهريا. وعندنا الدابسون. بيتاخد يوميا لمدة ست شهور. يبقى العلاج بتاع البوسي بوسي طيبة. فهي بتعمل بدي لها نوعين بس علاج. الريفان بسين وده يعني يكون آآ طبيب او كده تحت اشراف الطبيب يعني. والتاني اللي هو مين? اللي هو الدابسون. الدابسون بتاخد ديلي. بعالج البوسي اللي الطيبة دي في ستة شهور. اما بقى اللي مش طيبة اللي هي المالتي بتاخد تلات تلات آآ علاجات. الريفان بسين والدابسون ومعاهم الكلوفا زيمين. يبقى آآ تلاتة درجز. اخد بالك الحيطات دي ممكن تجي لك اللي هو مسلا بستخدم العلاج في كل نوع قد ايه آآ بستخدم علاج ايه? وهكذا. يبقى البوسي. الريفان بسين والدابسون. المالتي تلاتة درجز. من اسمها مالتي بقى هياخد اكتر من آآ تلاتة. الريفان بسين بتاخد شهريا. مرة واحدة شهريا. كلوفا زيمين برضو شهريا. اما الدابسون نفس الكلام يوميا. وابدل العلاجات دي لمدة ايه? اتناشر شهر. يبقى دول لستة شهور. دول تلاتة لمدة اتناشر شهر. سواء البوسي. او مين? او المالتي بسلاري. الديس انفكشن كنا قلنا ان الريهابلتيشن دي قابلتنا في المنهج كله. في البوليو. وفي تي بي. دي اخو تي بي. يبقى اللي بروسي معاها علشان دي فور ما تزوي الديسابلتز اللي بتحصل بعد اما المرض آآ بيخف. الكونتكت كلام بقى بنعمله دايما. المدة خمس سنين. هدي بي سي جي. هدي كمان من الريفان بي سين. وفي نهاية المرض ده اللي بروسي احنا عارفين اسمه الجزام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عن انس بن مالك رضي الله عنه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الاسقام. كان دايما رسول صلى الله عليه وسلم بيتعود من الامراض دي عشان الجزام اللي بنتكلم عليه من الامراض الصعبة ولما بتيجي الواحد يعني ربنا يعافينا يا رب. آآ ونتذكر الحديث ده دايما. آآ حبيت بس اقوله لكم. آآ وبكده نكون خلصنا وقابلكم في المحاضرات الجاية ان شاء الله.